واداك البروش اشتريت الوفاة ودول يا ربي لك الحمد والشكر والمنة والفضل على ان يسرت لنا وسهلت لنا لحد ما اشترينا البيت ده يا ربي لك الشكر والحمد تتبح ده وتقسمه للمساكين خلي المساكين يأكله عشان كده امورك بيكون زابط تاني حاجة يا اخواننا من اتخذ مع الله وصائد والله يخلي بك الكلام ده وده والله في البلد ده يا اخو الله يقول لك عدهم ذاته ما بتقدر تعدهم من جعل بينه وبين الله وساعد وساعد يعني واسطى يدعوهم يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم يسألهم الحاجات ويتوكل عليهم وده لو سألتوا قلت لك يا شيخنا ده شيرك بقول لك لا يا مولانا يا اخي يا اخي ده ده توسل توسل يا اخي توسل بالصالحين يا اخي ده ما توسل لا ده الحلال ده شيرك لا هذا التوسل تيبه توده لي للتوسل شنو يقول لك يا اخي ما الا ان اولياء الله لا خوفنا عليهم ولا هم يحضوا انتو بتنكر الاولياء لا والله يا اخي انا بابننكر الاولياء لكن آيتك ده ما في محلنا ابدا ده شيرك ليه لانو ده انت جألتوا نت لله تبارك وتعالى وبتدعوه مع الله والحاجة الانت بتدعو له ده ما بيقدر بيديك ده ما بيقدر بيديك له الله لانو الله جل جلاله في القرآن قال ليك قال ليك ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا افترتن وافترتن افترتن واتنزلن معاك لالنهاية لو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم شوف سمعوا الشرك الله ده سمعوا الشرك ايقلو له يا اخي الله يا اخي قرآن منه المنون القربة يا اخي يقرّبون ليا الله يا اخي قال الله قبيل قال شروا قال ما ندعوهم الا ليقرربونا الى الله ثلفا دارين يقرّبوهم ليا الله phase جل في ذلفا انهم ما هم الله. وارف انهم ما بيقدروا بيدون الحاجة. لكن دار انهم يقربون الى الله زلفه. ما بيقربك يا شيخ ده شرك. عشان كده خليه قبله في محله. وده المشكلة الما قادرين يفهمو ناس كتار في بلتنا ده. ما قادرين يفهموه. ما اعرف الحاصل شنو الكلام ده ما عربي. الكلام ده لاتيني. الكلام ده ما موجود. ما قادرين نفهم الحاجة. يا ناس القبة شرك. الزول المدفون جوا ده ما بدعو ما الله. ده زول عبد مسكين مفتغر الى الله. هزاتو مسكين. ما عندو حاجة. ده زول مسكين يا جماعة. هزاتو عبد لله تبارك ومحتاج لرحمة الله تبارك وإذا مات ابن آدم. في زول ما حافظ الحديث ده من السودانيين. ما فيه. انقطع عملو الا من شنو? هوا ثلاثة ديل شنو? صدقة جارية. علمو ينتفعو به. ولد صالح مالو. ما هو البدعو ليك يا الله يهديك يا اخ. هوا ما بادعو ليك. الولد الصالح هو البيتعو ليه ابوه الميت ده. لكن هوا ما بادعو ليك. الزول ده ما انقطع تاني ما عندو حاجة. ما هتقول لي ولي. ما هتقول لي واصل. ما هتقول لي يا اخو الله ديل احل الله. ديل الفراس للكون حراس البر فراس وليه بواس. يا اخير فراه. ما اقول لي يا جماعة. يا اخوان. الحظوا شنو? انحنا في القرن الواحد وعشرين ولا اتنين وعشرين سنة الفين وتسعة عشر انتهق عشرين في الفين وعشرين. لسه دا يرينا يقول للناس الميت ما بنفع ولا بيدر. يا اخي شنو ده يا اخي. ها ما اقول لنا في السوداء زعتو في راسنا. مفروض المرحل ده نكون تخطيناه وقبال يا اخي. لسه يا اخي تلقى الواحد لا في بيجاج. والا المساخيت ديل بنفع وبيدر. يا اخي ينفع ويدر من وين. ينفع ويدر من وين. كده بس بالمنطق. زول ماشد يا اخي هنا ده. ما عندو اي حاجة يا اخي ينفع كيف. ما بنفع يا اخي. الناس مفروض يفهموا الحتة ده يا مار. مشان كده قتل القباب. والناس المطفونين جو القباب. يا اخي مش مات. اي مات. صالح. صالح اديل صالح. الزلده صالح. طب قاتي عالصلاح. ما لقو مع الصلاحو انت. داير بيه صلاحو شنو. بيطولك من صلاحو شنو. بعدين بادوك منو هاجة. بجيهو بشفع ليك. ما بشفع ليك. ما تسمع كلام داك احمد الطيب البشير. احمد الطيب البشير قال بس شفته اسمه بس اسمه تكتبه في الكفن. سيده قصه ما بيعزب ذاته. وده كدهب ما عندو دليل. الحنا عارفين واحد في الكون ده بيشفع بداية الشفاعة. بعد داك في تاني ناس بيشفعه. الاولياء بيشفعه. الصالحين بيشفعه. الشفع الماته دون البلوغ بيشفعه. والمؤمنين بيشفعه. لكن في شفاعة واحد كبرى. وده بداية الشفاعات. بداية النبي صلى الله حقه النبي صلى الله عليه وسلم. وما بيشفع براوه. لانه الله جل جلاله قال ولا يشفعون الا لمن ارتضاه. سؤال ربنا الرضا عنه. وعلا ما بيرضى الا احلى التوحيد. ما مشرق ما عندو اي شفاعة من حسا. عشان الناس تعرف اللي حتة دو كويس. مت مشرك. بتنادي في ابتلتلة. في عب عتلة. في عب عصاي تنسيف. في عب قرقاب. في البري. في سايمتيما. في ما اعرف لك الروكيني. في ما اعرف بتناديه. بتندهه. ومعتقد انه بينفاق وبتدرك. بيديك الجنة. بنزل المطر زي الخنجوري. انت ما عندك اي شفاعة من محلك ده تشوف لك اي اتجاه تقبل فيه. الشفاعة حق الموحدين. الاندهم ظنوب. والاندهم معاصي. وله اندهم كباير زاده. لكن اندهم توحيد. ما دعوا مع الله مخلوق. دي للناس اللي الله جل جلاله بيأذن للنبي صلى الله سلم في الشفاعة. في حديث الشفاعة الطويل. المعروف. انه النبي صلى الله سلم بيسجد تحت العرش. ربنا سبحانه وتعالى بيفتح له من المحامد والثناء. ما فتحه له قبل ولا بعد. بعد داك بيسأل ربنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول له ارفع رأسك ثل تعطى واشفع تشفع. من هنا بتبدأ الشفاعة. يلا بعد داك الشفاعة التاني. لما النازج يخاشين الجنة. بيشفع عليهم عشان يدخلوا الجنة. والشفاعة بتاعة المحشر. دا كله شفاعة. لكن دا كله بإذن الله تبارك وتعالى. بعدين يا اخوانا. ناس عجيبين جدا جدا. يعني والله جمعنا ما عارف السوفية دا المشكلة تمشنوا. ما عارف مشكلة تمشنوا الناس ديل. يا ناس ما ما عندكم عقول سائز عقولكم ديش عالو. الله جل جلاله نزل كتاب قرآن كامل فيه مية وعربعة عشر سورة. ورسل الرسول افضل مخلوق في الكون. افضل مخلوق في الكون. رسلوا عشان بس يقول للناس اعبد الله براو. وده المشكلة كله. انتوا افتكرين النبي صلى الله عليه وسلم دا. للسوفية الكلام دا ما للموحدين. للسوفية. انتوا افتكرين النبي صلى الله عليه وسلم. الله رسلوا. عشان يقول لكم الله البنزل المطر. البيحييه. البموت. البد الجنة. البيقوي القيامة. البيحشر الناس. البيقوي من. لا ما ارسلوا عشان الكلام دا. ليه? لانه الكلام دا مقرر في نفوس الناس. الله جل جلاله خلق الناس. وفتر الفترة دا جواهم. جوا الناس. الله فتر الفترة دا موجودة عندهم. الناس ديال كلهم. كفار. مسلمين. ملاحدة. شوعيين. بعبد الحجر. مجوس. كلهم. عارفين انه الله هو الخالق. الرازق. المدبر. المحيي. المميت. كلهم عارفين ما في زول بينكر الكلام دا. الا زول متكابر. زي فرعون. او الشوعية الملاحدة. انكروه على سبيل الاستكبار. والله استكبار بس. ومكره السيء. ولا يحيق المكر السيء الا باهلي. عشان كده. انكروه. ربوبية الله تبارك وتعالى. المشكلة وانت يا مولانا. المشكلة فانه هل الله براه. بس البيعبدوه. والبيصرفو له العبادة. ده المحل زاته. ده المحل. عشان كده هناك. قبيل. كفار قريش. لما النبي صلى الله عليه وسلم. قل لهم. قولوا لا اله الا الله. تفلحوا. لاي كانوا النجات. لانه عارفين الكلام دا بيدخلهم لك في برنامج كتير. وبيتطير منهم اشياء كتيرة جدا جدا. وقفوا بعيد. وقالوا اجعل الالهة الها واحدة. ان هذا لشيء عجب. لانه لو قالوا لا اله الا الله. معنات لا معبود بحق الا الله. لا معبود. لا معبود. ما فيه. زول بعبوده تاني خلافه ما فيه. وزي ما اخواننا. لا معبود بحق الا الله. كذلك لا مدبوع بحق الا النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده ما في زول تاني بيتبعوه. راسك ده خليه نظيف مفرمد. نظيف. تمام. وشيلوا كده سلموا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسلموا للقرآن. الاثنين دين لما يقعدوا جوا راسك. القرآن يقعد بيمين. والسنة يقعد بشمال. وامورهم ينظبط جوا. انت بتكون مضبوط جدا جدا. واول ما تلقى المجار ما دين لها فين هنا. يقول ام ازول. ابقى بعيد. والله انا اديك آيات يفتع فرتك راسك ده نستين. همشي بلا مشرك بلا كلام فارغ دارت. بقيني مشرك. انا الله يا دوب خرجني من من الاشراك للهداية. عشان كده الناس يبقوا نجاط. الناس يبقوا مفتحين زي ما تقولوا. صحة العبارة يعني. تبقى مفتح ده انك تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وتتبع القرآن. ما تمش لأي دجال. ما تمش لأي بتافكي. ما تمش لأي رئيس جماعة. ما تمش لرئيس طائفة. يا خلق الله كده بالمنطق. زول ما عاد سوى يمكن تكون انت افضل منه مقاما. والله يمكن تكون افضل منه مقاما. بس املو هيلمانة. وفي مجار ما. ما قبيلا ان كنا شياطين الانس والجن. يوحي بعدهم الى بعد ذخرة. فالقول قروره انا اختم ان شاء الله. شياطين الانس ديل. ديل هم اللي بتشافه. شياطين الجن ما بتشافه. ما في في زوج شاف شياطين. في? ما في هزول. لكن شاء الله الانس موجودين. موجودين اللي فيه هنا. هيجي وقل لك تبع انو هذا ابونا الولي الكبير. ابن الولي الكبير. ابن الولي الكبير كبير. ما اعرف اللي قال بيروي بالموية. يا خلق الله ما تقوم الله ادكش اللوت كده. ما لا بيروي بالموية بلا بتاع. ده كله دار يخشك السوقك يودك للزول ده. اول ما تمش حياس بكك يا اخي. والمبروك وبتاع. وان احنا تتبع نو نعمل لي اقوم اعمل حسابك. ما تمش لالناس ديل. خلي Lil موحد. ما تتبع لأي زول. ما تتبع اي زول. خليك مسلم بس مسلم. مش مسلم بتقول لا الناس الا الله. محمد رسول الله صلى الله وعليه وسلم. بس. اتبع الاتنين ديل بيفهم الصحابة. ما بيفهمك انت ولا بيفهم شيخ الطريقة. ولا بيفهم رئيس الجماعة ولا بس بيفهم النبي بيفهم الصحابة. الصحابة القاعدين مع النبي ديل هم الفهم والقرآن والسنة لأنه نزل القرآن وهم قاعدين أحياء والنبي صلى الله عليه وسلم فسر ليهم وهم قاعدين بيسمعوا عشان كده الكلام السمعوا وطبقوا وفهموه انت عليك تطبقوا وتفهموا تعبد الله سبحانه وتعالى لحد ما تلقى ربنا سبحانه وتعالى بالتوحيد الخالص ان شاء الله بتكون من الفائزين والكلام كتير ونواقد الاسلام عشرة جبنا منهم اتنين لديخ المقام الناس ان شاء الله يستعينوا بالله تبارك وتعالى وعليكم بكتب الشيخين محمد بن عبد الوهاب والإمام ابن تيمية والله لأنه واحد من الفقهاء قال إذا دائر تحصل علم كتير في زمن وجيز عليك بكتب ابن القيم وكتب ابن تيمية دقل معهم كتب محمد بن عبد الوهاب لأنه مورك بتكون زابط تكون محتاج لأي حاجة هذا أصلي الله مبارك على نبينا محمد شيخ مهيددين السلام عليكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد قال الله سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة هذه الآيات المباركة ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا فيها بخبر عظيم والدليل على عظم هذا الخبر إن ربنا سبحانه وتعالى أكده بمؤكدات ومعلوم يا أخواننا إن التوكيد من فوائد يدل على أهمية الخبر الخبر المؤكد فربنا قال ألا إن أولياء الله إن من أدوات من أدوات التوكيد وألا كذلك أداة استفتاح وتنبيه وكذلك أداة التوكيد فشوف ربنا سبحانه وتعالى أكد هذا الخبر بمؤكدات ذي يدلك زي ما قلت وأكرر يدلك على أهمية هذا الخبر فقال ألا إن أولياء الله أدفي أن لله سبحانه وتعالى أولياء ويا أخواننا لما نقرأ الآية ما تجري طوال تمش للصوفية أول حاجة لا فكر في نفسك أول حاجة لأنه إن ينبغي عليك إنك تحقق هذه الشروط لأنه لو ما حققتها ما بتخش الجنة ليه لأن الجنة ما بيخشوها إلا الأولياء المتقون ربنا قال تلك الجنة بعد ما ذكر نعيم الجنة وأوصاف الجنة في صورة مريم قال تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان شنو من كان تقيا ومن كان تقيا كان لله وليا يبقى أول حاجة تفكر فيها تفكر في روحك هل أنا شغال حقك الصفات تحت الأولياء ولا ما شغال فيها دي أول نقطة يا أخوان ما هي صفاتهم هؤلاء الأخيار أول حاجة قبل ما نذكر صفات أثبتنا أن لله تعالى أولياء من عباده يتولونه وكذلك يتولاهم قال تعالى إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وربنا قال ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم وقال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ يَنْصُرُهُمْ وفي رواية مَنْ آذَى لِي وَلِيَّا فَقَدْ أَذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ آذَنْتُهُ يعني أعلمتهم لأن الأذان في الأصل بمعنى الإعلام الله قال البيعادي الأولية أي ذلك يعادي الأولية أو يازيهم قال فقد آذنته بالحرب ومين اللي يقدر يحارب الله سبحانه وتعالى من لا أحد قال فقد آذنته بالحرب أداء يدل على فضيلة أولئي الأولياء أن الله تعالى يعتني بهم والله سبحانه وتعالى يحميهم من الأعداء ومن الشرور قال وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَطُّهُ عَلَيْهِ ودي من الصفات العظيمة للأولياء أنهم يتقربون إلى الله بالفرائض أول هاجي أخوان بيتقربوا لربنا بالفرائض ما ممكن إنسان دار يبقى ولي لله سبحانه وتعالى ويطمع في دخول الجنة ويفرِّط في الفرائض تلقوا الصلوات بتات مجاهجها صلوات تكون مجاهجها كويس؟ ويجي يتكلم في الآية وأول حاجة يبدأ بصوفية المفروض يبدأ برقبته قبل صوفية صحة ولا غلط تلقوا مجاهجه في روحه يفرِّط في الفرائض صيام مجاهجها رمضان صلوات مجاهجها كويس؟ وما إلى ذلك من الفرائض قال وما تقرَّب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترطته عليه ربنا بحب الفرائض أخوانا ولا يزال عبدي ولا يزال دي بتفيد الاستمرارية طوالي مش مرّة والأثنين لا لا يزال لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل دي الأول يا أخوانا تلصي فات الأول انت دار تبقى ولي؟ ما ظنيت زول بيقول لا مش دار انت تبقى أولي علي الله أمسك في الصفات دي تمام ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل يتنفلون إلى الله سبحانه وتعالى ودائما النوافل دي كل ما خليت في السر كان أفضل انتبه يا أخوانا كان صلوات ولا غيره؟ شفت النوافل دي؟ كان صلوات كان غيره صدقات قراءة قرآن غيره من النوافل دائما خليها في السر خليها في السر بينك وبين الله سبحانه وتعالى ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه حتى أحبه وحتى دي للغاية يعني إلى أن أحبه ودفيه إن ربنا بحب العبد يا أخوانا الله مهم بلعب لكن إذا أحقق هذه الصفات قال فإذا أحببته شوف الكلام الجايد كلام عظيم كيف؟ قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه بالتوكيد لأعطينه باللام والنون التقيلة يعني الوالدة متى ما يرفع يديه يسأل الله الله يتديه يتديه قطع الشك يتديه ولئن سألني لو عطينا ويتدادك دمي غياستك يسبيه ورقبتك هل أنت ولي ولا لا؟ لما أنت سأل الله وأن حايتك قعد تسأل الله ولا ما قعد تسأله كذا بينك وبين رقبتك براك قعد ترفع يدك كم مرة لأ الله؟ في اليوم كم مرة؟ في الأسبوع كم؟ ها؟ والله إن إعنا مقصرين إلا من رحم الله قعد تسأل الله تبارك وتعالى ولما تسأل الله السؤال ده قعد يجيك لأنه ربنا قال له عطينا وأنا ما بجاهل حديث النبي عليه الصلاة وما يكون لي حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه ما من عبد يسأل الله سبحانه وتعالى إلا ربنا يجعل له هذه المسألة في ثلاث إما يديه مسألة إما يأخير له ليوم القيامة يأخير له ليوم القيامة وإما يصرف عنه من البلاء لكن يا أخوانا أحيانا العبد بيشعر إنه لما يسأل الله ألا بيديه يا أخوانا ودي زي ما قال الشيخ من عثيمين قال دي من الأدلة الحسية لاحظ الأدلة جنوه الحسية على وجود الله سبحانه وتعالى ربنا ربنا وجوده ثابت بجميع الأدلة منا الأدلة الحسية لأنك لما تسألوا قاعد يديك صح؟ فلو كان مافي ما كان هيديك الشيوعين بيقول الله مافي نحن قاعدين ناسا لو قاعد يدينا يبقى كيف يكون مافي لو كان مافي ما كانت دانا صح يا أخوانا؟ فدي من الأدلة الحسية ودي مقاييس انت بتجز بها تجز بها درجة إيمانك وقربك من الله سبحانه وتعالى والحديث معناه إن ربنا يوفق العب فلا يسمع إلا ما يرضي الله ولا يبصر إلا ما يرضي الله ولا يبطش إلا ما يرضي الله ولا يمشي إلا فيما يرضي الله ما معناه كما يظن الحلولية من الصوفية قاتلهم الله ومن غيرهم إن العبد بيكون سمعه سمع الله واحد وبصر وبصر الله واحد ويده ويد الله واحد ورجله ورجل الله واحد أمداً لأن الحديث من بدايته مفرق بين العبد وبين الرب صح ولا لا؟ من البداية قال عبدي أول حاجة معناه الحديث فيه اثنين مفترقين من بعد تماماً ما واحد الحديث فيه اثنين مش كده غانا فيه الله وفيه شنو وفيه عبد لأنه قال عبدي وقال ولئن سألني لو عطينا معناته في سائل ومسؤول وقال ولئن استعاذني لو عيذنه معناته فيه مستعيذ ومستعاذ به مش الحديث كله بيفرق بين الاثنين تجين تأصوفي في النهادار تجمعه تقول الاثنين واحد والعديث من بدايته ببرق بين الاثنين ستعرف الناس ما عندهم عقول أصلاً ولا عندهم فهم صحيح لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو لكتاب الله عز وجل دي من الصفات بتاعة الاولياء أرجع للآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم فيما مضى أو لا خوف عليهم فيما يستقبلون ولا هم يحزنون فيما مضى يعني الولي ما بخاف من الشيء الجائي ليه ليه ما بخاف لأنه مؤمن لأنه مؤمن الأمن من الله سبحانه وتعالى زي ما ربنا قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء فالولي ما بخاف من المستقبل يا قبل ما روحه تطلع الولي ده الملائكة بتبشره قبل ما روحه تطلع مبسوط يكون مبسوط من سكرات الموت لأنه مؤمن وعارف هو ما شوين من سكرات الموت هو عارف بعد دربه ما شوين مؤمن ولا يحزن ولا هم يحزنون ما يحزن على ما مضى ما يحزن ما يحزن على زوريته بل لو كان زوريته صالحة ربنا بلاحقهم به وبعدين في يوم القيامة الله قال الحقنا بهم زوريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء زورية الولي لو بقت زورية كويسة بعدين بلاقيهم هناك في الجنة أولاد وزواج وكل زورية بلاقيهم بل يا أخي الولد يا أخواننا من إكرام الله تعالى له إن الزورية بتاعته بتنتفع بيوه انتبهوا وما تلخبطوا بين ديو بين كلاما صوفيا لأن المسالة في بينات وفروك ربنا قال عن الغلامين في صورة الكهف قالوا أما الجدار فكان شنو فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكانت تحته يعني تحت الجدار كنز لهما بعدها قال شنو وكان أبوهما صالحا لاحظ الولدين دي الأبوهما كان شنو أبوهما كان صالح مش كان صالحا صالح النبي كما قال بعضهم لا كان صالحا يعني كان من الصالحين إما أبوهما المباشر ولا واحد من أبوهاتهم لأن الجد ذاته يسمى أب وجدة جد ذاته يسمى أب المهم فلاحظ أن ربنا أكرم الغلامين ديال بسبب صلاح شنوه بسبب صلاح أبيهم فدافوا يا أخي أن الولد حتى في الدنيا ربنا بيكرم ذريته يا أخوان ربنا يكرم ذريته بالولد الصالح كويس؟ لكن دي طبعا الصوفية ما أصلا بالصلبة في الشغلة من بدايتها يقول لك يا جماعة ديال ديال أولاد الأولياء نحن ما عندنا مشكلة إنه ربنا ممكن يكرم أولاد الأولياء دي ما مشكلتنا مع الصوفية نحن مشكلتنا معهم إنه أصلا الأولياء هم منه دي مشكلتنا هنا وإنه هل ناس ديال يهم الأولياء الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا ما يهم دي المشكلة هنا وأنا بفني دليك بعض شئية المشكلة دي ذات لكن لسا عندي وقفات مع الآية ربنا قال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ما يحزنون فيما مضى يخي داء صحة العبارة تأمين وراء وتأمين قدام صحة ولا لا؟ تأمين وراء وتأمين شنو؟ تأمين قدام في الماضي وفي المستقبل ربنا سبحانه وتعالى يؤمن الأولياء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون طيب صفات شنو؟ بالإضافة على الصفات الذكرتها قبل من حديث أبي هريض ربنا قال الذين آمنوا وأول حاجة الذين دعا إلا كده نظرة لغوية الذين دي من أسماء الموصول وأسماء الموصول بيتفيد شنو؟ بيتفيد العموم انتبعوا قول الكلام ده أسماء الموصول بيتفيد شنو؟ بيتفيد العموم إذن الأولياء دي الما مربوطين بزمان محدد لأنه الله قال الذين الذين دي الممكن يكونوا قبل ألف سنة ممكن يكونوا قبل مليون سنة ممكن إن مد الله تعالى في عمر الدنيا يكونوا بعد ألف سنة ألفين سنة صحيح ولا أنا غلطان؟ صحيح الذين ممكن يكونوا رجال ممكن يكونوا نسوان صح؟ لأن الذين دي داخل فيها الذكور والإناث صحيح ولا غلط؟ الصوفية حصر الشغلة معين ما الله قال الذين عامة شفت العموم بتاع ربنا ذا؟ الصوفية حصروا حجروا الشغلة الصوفية ما قالوا الذين لا 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 قالوا الأولياء دين عندهم هم بس بل عندهم واحدين قفلوا الشغلة عادين معينوا الله قال الذين مفتوحة الصوفية قفلوا الرجل الرجل ثلاثة أربعة مرات وما مقدروا يكفلوا هم قفلا بيفهمون أما الأولياء بتاع ربنا والصفات ما بتنقفل ليوم القيامة عشا كيدا بتلقوا واحد فيهم اسم الختم تقال الختم دا سموه ختم تقالوا ختم بتاع كراس ولا ختم بتاع شيك لا 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 دا قالوا ختم الله به الولايا طاق الختم ثاني بعده ما فيه بالله تقفل بمزاجك تقالوا دكان دكان هو تكفل بمزاجك الشغلة مفتوحة يا صوفي ولاها لكيفك شان ما تقول لي أبواتنا الشيوخ ختموها لا ما ختموها ما ختموها الشغلة فاتحة لأن الولايا دي ما ابتعد أبواتك الشيوخ أبدا واحدين قالوا قالوا لا قالوا من دخل طريقتنا وأكل كسرتنا دا ياهو أما ما خشيت الطريقة ولا أكلت كسرتنا المرة أنت ما أولي ولا تخشي الجنة بالله عشان أخشي الجنة أمش أخشي الطريقة وأكل الكسرة أخشي أعطوا طريقة بالضبط وأكل أعطوا كسرة دي ما أسئلة دارين جواب يعطوا طريقة اللي بتدخل الجنة السمانية المكاشفية القادرية البادراب والبدر كدباس يعطوا بالضبط يعني بدخلوا ها؟ إذا قلت لك كلهم بدخلوا طيب ما يتلموا كلهم يعملوا شغلة داري بواحد معلوم مفرقين الدروب ما تخلوا داري بواحد شان الشارع يبقى ساهل ذاته شان الشارع يكون ساهل يقول لك لا 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 أخير سبيلنا بالله تبتلعب علينا يا صوف تجهين من لين؟ سبيلنا أنا سبيلنا سبيل الخير الصلاة الزكاة وحدين يخشوا بالصيام الجنة وحدين يخشوا بالزكاة سبيلنا قالوا أن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا شنوه ولا تتبعوا السبل بس السبل ديها الطرق بتاعتها الصوفية وغيرها ما بحصيرها في هم لا لكنهم داخلين هنا الله قال لك ولا تتبعوا السبل تارت لخبط علينا القرآن يا صوفي ما بنديك فرق ابداً اذا انتبعوا للفايدة القبيل الله قال الذين معنا تشغل ماله مفتوحة ما تقفلت ولا بتنقفل ان شاء الله مفتوحة وانت طالما نفسك ده طالع نازل اعرف تماماً انه الباب ده مفتوح لك مفتوح لك ولا يشترط انك تكون تابع لي طريقة ولا تابع لي جهة بل ابشرك انك لو بقيت تابع لي طريقة وجهة من الصعوبة تصل لهذه الدرجة من الصعوبة ما بن فيها عنك مرة واعدي لكن بقول لك من الصعوبة تصل لهذه الدرجة اعرفتو اخوانا فقال الذين امنوا يعني شنو امنوا امنوا العلماء قالوا يعني حققوا ما يجب الايمان به ده التعريف لو ايه ذول سألك قال لك ما هو الايمان قل له الايمان ما يجب قل له الايمان هو ما يجب الايمان به او عفوا اذا ذول سألك قال لك من هو المؤمن قل له المؤمن هو الذي حقق ما يجب الايمان به وما يجب الايمان به ستة اركان ذكرنا الرسول عليه الصلاة والسلام ستة ما ينفع تمسك اثنين وتخلي اربعة ولا ينفع تمسك ثلاثة وتخلي ثلاثة لا تحقيقوا في حديث جبريل في الصحيح لما سأله جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد اخبرني عن الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره ده الستة تحقيقنا الستة في قلبك في قلبك وفي لسانك وفي عملك لازم الثلاثة ديل يكونوا موجودين في القلب وفي اللسان وين وفي العمل وما ينفع يختل واحد من ديل انك مثلا تقول بقلبك تقول بلسانك وكذلك تعتقد بقلبك والعمل يقوم ما فيه ما بينفع ولو قلت بلسانك وفي القلب ما فيه والعمل موجود برضو ما بينفع يعني اي واحد لو شلته ما بينفع لازم كلهم يكونوا شنو يكونوا موجودين كلهم فربنا قال الذين امنوا التحقيق والاركان دي الكلام عنا يطول يا اخوانا اي ركن ممكن تلقى فيه مجلدات مش حلقة مجلدات كتب في اي ركن من هذه الاركان لكن احنا اكتر تركيزنا هنا في الحلقة على الركن الاول وهو اهم هذه الاركان وهو الايمان الايمان بالله سبحانه وتعالى وفي الايمان بالله في ثلاثة واجبات اخوان ان تؤمن بربوبية الله وبأسماء وصفاته ومن قبل بألوهيته سبحانه وتعالى افهم الكلام دا كويس اخوان وما ينفع تتجاهل واحد من التلاتة ما ينفع لأنه في ناس برضو بيتجاهلوا الواحد يقول لك مثلا يقول لك الرسول ما جاءوا بالصلاة ولا جاءوا للزكاة دي من العبارات الخاطئة يا اخوان دي من العبارات الخاطئة كونه تقول ما في الرسول جاءوا للصلاة كيف ما جاءوا للصلاة دا حتى تنظم ساي ما جاءوا للصلاة كيف والصلاة جاء بها منطي فدي من العبارات الخاطئة ان تضبط الشغلة كويس فالرسل جاءوا بالصلاة وجاءوا بالزكاة وجاءوا بالطهارة وجاءوا بغيرها من شرائع الاسلام لكن اساس هذه الشرائع اساسة شنو يا اخوان اساس التوحيد دا الكلام كده اساس التوحيد وهو توحيد الالوهية انه ربنا يعبد وحده لا شريك له ودي الخالفونا فيها الصوفية الان وخالفوا المشركين قديما خالفوا الرسول الانبياء خالفوها الصوفية الان ما خالفونا في الربوبية إلا بعضهم في وحده منهم برضو خالفوا في الربوبية وما خالفوا في الاسماء والصفات إلا كثير منهم ما باقول لك بعضهم لانه في الكتار برضو خالفوا في الاسماء والصفات لانه الاشاعر الآن عقيدة الاشاعره اتبنواها الصوفية ديه انكار الصفات وتحريف الصفات عن مدلولها وعما اراد الله ورسوله وده كلام برضو طويل احنا بنقرره كل مرة شوية شوية جوزو جوزو لحد ما يقع للناس فربنا قال الذين آمنوا وكانوا يتقون يعني حققوا أركان الإيمان وكانوا يتقون التقوى يا أخوانا من الإيمان التقوى من شنو؟ من الإيمان لأن التقوى التقوى عندها تعاريف كثيرة جدا لكن أشمل تعاريف للتقوى أن يجعل العبد بينه وبين عذاب الله وقايا بفعل الطاعات واجتناب جنوه واجتناب المنكرات لكن لما تجي تجيب لي شيخ أنا بربط لك الشغالة بصوفية لما تجيب لي شيخ بيوفى على المنكرات وتقول لي ده من أولياء الله الصالحين شيخ بيزني مثلا في كتابة ذاك بتاع عبد المحمود نور الدايم النصر العلمية لأصحاب الطريقة الصوفية ما فيه لا نصر علمية وليها فيه طريقة صوفية لكن ما فيه نصر علمية قال الشيخ بيزني عديل والكلام ده ذكروا واتبذر في سراج السالكين قال إذا رأيت منهم من تعدى وناح وفعل أفعال انقباح فعال انقباح زي شنو يعني؟ عديل وقال لك قال لك ولو يأتي البهايم حتى لو بيأتي يفعل الفاحشة بالبهايم قال لك فلا ربما حصل للنقل اللي قاح يعني لو شفت الشيخ يفعل الفاحشة بالبهايمة قال لك ده في الحقيقة هي ما بهايمة في الحقيقة في نقلة بيلجحوا فيها حالي قال الله سيكلام ده مصطول بيفامه ولا بيخش شلف رأسه شيخ مع بهايمة تقول ليه نقلة كيف يعني ياسي البهايمة على غطة بالنقلة شنو؟ وغيره وهناك في طبقات الشعراني فواحش كثيرة وفيهم الناس اللي يشربوا الخمرة بل يمضحوا الخمرة زي ما مدح البرعي مدح العرقي مدح العرقي عديد وما أي عرقي قال لك في عرقي هناك في كدباس ده شغلوا براه قال لك تماثمت القصيدة أس يخش اليوتيوب لو ما لقيتها أعظم شراب وين كدباس هناك شافر قال لك يعني زول لو دار يقف اللط يسكر والسكر حرام ومن فعله الشيطان ما تسكر في الخرطوم ولا في سوكستة البرة يقال لك كدباس هناك شافر يا خطة مجنون زول يسافر ليه كدباس شان يشرب خمرة يركب عطبرة أو تاني يقطع النيل شان يشرب خمرة وأوى أكتبوا الليلة هو ما قصيد العرقي لا قصيدها لأنه في القصيدة ذاته البرة يقال قال يسمح عريسك سكرام مطمطم لا يبقى واعي أعظم شراب وين كدباس هناك شافر ها مطمطم لا يبقى واعي دي شنو دي بزيانوس ولا ماذا ده عرقي أود ده الحلال البرة يبيمدح العرقي تقول له أبونا الشيخ لا خوفون عليهم ولاهم يحزنون ده 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 لا خوفون عليهم ولاهم يحزنون زول بيمدح العرقي ها زول يا أخي بيقول لك الأولي يا ديل إذا شفتهم بيفعلوا المحرمات عديل يقول لك ما تنكر عليهم ما تنكر عليهم يقول لك ألم ترى أن الله أيده بما يقوم مقام المعجزات إلى أن قال البرة في ديوان رياض الجنة ونور الدجنة قال يجدون لمس الأجنبية لاحظ لمس شنو الأجنبية دي يعني لا أخت لا أم لا حبابت لا خالت لا عمت ما من المحارم أجنبية قال لك يجدون لمس الأجنبية واللمس دا أعمى من المصافحة بالمناسب لمس قد يكون في حتات تانية غير اليد أفهم النقطة دي كويس تعرف قلت أدب البراي شيخ الزريبة تعرف قلت أدب هذا الرجل عرفتها والزول دا عندنا له حاجات كتيرة هذول والحمد لله شغل أسلي بقضواطها بقضواطها والحمد لله واطها من زمان قال يجدون لمس الأجنبية إن صافحت يدهم كذات المحرمين هو ذكر اليد واللمس عام قال لك الشيخ لما نمسك البيت كده في يدها أجنبية أجنبية ما مما حارموا قال لك كذات يعني زي المحرم تماما ياخي ما ممكن الأجنبية تكون زي المحرم السمامي جي يا براي إنت ما بتفهم كيف الأجنبية تكون كذات المحرم لكن قال لك ما لأي ذول قال لك للأولياء دي الأولياء بتعين ربنا سبحانه وتعالى يجدون لمس الأجنبية إن صافحت يدهم حرام ما بجوز ما كذات المحرم يا براي سمى تلاب علينا وده فيه دليل إنه البراي ذاته يقر إنه مصافحت الأجنبية ما له حرام هو مقرب النقطة دي لكن قال لك حرام للمسلمين العامة أما للجماعة الشفاة بتعين ذي الحلال ما فيها حاجة حلال ما فيها حاجة ياخذ كل نعم الأولياء ما كده يا أخوانا الأولياء الذين آمنوا وكانوا يتقون يتقون الفواهش يتقون اللمأ يتقون اللمم على قول من قال إنه اللمم سغير الذنوب حتى سغير الأولياء بالتقوى لكن ذا ما يعني يا أخوانا إنه الأولياء معصومين لا العصم للأنبياء صلواته الله وسلامه عليه الولي ممكن يقع في خطأ بل ممكن يقع في كبيرة والله العظيم الولي قد تقع منه الكبيرة كبيرة من كبائر الذنوب لكن من صفات يا أخوانا إنهم إذا وقعوا في معصية بيرجعوا يتوبوا سريع كمان ما طوال ربنا قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو أنت قعدت لي في كثير في فيظون كويس والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ديل الأولياء وقعوا في الظنوب طوال بيرجعوا لي الله سبحانه وتعالى ما بيصروا على الظنوب ولا بيستمروا على كثير كويس؟ أما شو الأولياء بتعين الصوفية؟ الأولياء بتعينهم قالوا قالوا ما بيعصوا الله أصلا واحدين يقول لك إن صافحت يدهم واحد يقول لك أصلا ما بيعصي الله سبحانه وتعالى آيوا التكويس والله حافظ تقيل في شغلة دي فقال مما نشأ دي قصيدة عند الصوفية قالوا مما نشأ قد ما عصى ده شيخ إن ما نشأ قد قالوا ما عصى حتى لما كانت شافع صغير الشيخ لما كان صغير ما عصى قالوا لا 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 مما نشأ مما قام قد ما عصى جدوا الرسول زوج عائشة جفل البحر منه اختشق كل كلام فارغ ما جدوا الرسول ولا في بحر بيجفل له من زول أنت يا زول أنت مجنون بحر يجفل من زول كيف كيف يج ياخذ صحابة البحر ما جفل منهم يجفل من الشفاة ديال طينا الصوفية ديال لكن في النهاية أدار يوصلك لمعلومة إن الشيوخ ديال ما زي باقي الناس هم فعلا ما زي باقي الناس لكن ما بفاهمه صوفية هم فعلا ما زي باقي الناس هم أشبه بالشياطين أشبه بالشياطين لو ما قلنا صراحة إنهم شياطين من شياطين الإنس هم دارين يا أفئيني يفوق ويدوروا بيك ويوصلوك له إن الشيوخ ديال براهم وديال أولياء صالحين وديال اللي بيسووا ما تسألوا لا 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 حتى قالوا لو تركوا الصلوات قالوا ما تسألوهم والله زي ما قال صاحب الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية قالوا وقالوا يا هذا وقالوا والناس قالوا ديال كويسين يعني في ناس أنكروا عليهم وقالوا يا هذا تركت صلاتك قالوا لي انت خليت الصلاة ما لك الكلام ده وجهه لي واحد شيخ طريقة اللي قموا بصلي خلاها دين وقالوا يا هذا تركت صلاتك مش في الجامع لا خلاها مرة واحد لا في الجامع لا في البين يا هذا تركت صلاتك قالوا ولا يعرفون أني أصلي بمكتي طبعا كسرها ومكة ممنوعة من الصرف المهم ماشي الشغلة غايته كويس مكسورة في الكتاب بضع الفيوطان قالوا قال دين ماعرفين انه أنا قالوا بصلي في مكة قال قالوا لي اني خليت أنا ما خليت أنا بكبرة كده بعد ذا ادور وررر بصلي هناك ورا السوديس وتاني وررر بجي راجع وين لا في تأشيرة لا سفينة لا طيارة بيمشي با وين وبيمشي براه وليه زاته ماشيننا معه ماشيننا نركب في داره أصغل شغلة فيه ومتاحه للدرجة دي خلي شيننا ودينا وما يجيبنا راجعين دارينا مشين هناك زاته المهم أخوانا الكلام يطول لكن بصفات الأولياء أو بعض صفات الأولياء الواجب علينا أو ينبغي علينا أن نحقق هذه الصفات ونبين الفرق بين أولياء الله وبين أولياء الشياطين وأنا أكتفي بهذا القدر وأقدم الشيخ ابراهي الشيخ الشيخ